وصفتنا اليوم وصفت حلو طيبة طريقتها سهلة بس هتاخد معكم شوية وقت هي الدونس او شوكولا او البني او شوكولا اذا بتحبوا الحلويات الاجنبية فتابعوا الطريقة عندي كباية حليب تقريبا 250 مل حتى يتلون 3 معالي كبيرة من السكر ومالتان كبار خميرة هتركونا الى يتفاعلوا 10 دقايه هذا الوقت حتى انا بحاجة لتلات كباية من التحين اول شي منحط كبايتين و 3 ارباع من التحين لنشوف نوعية التحين بعدها ما نضيفه شوية شوية اضفت لهم بايتين رشة ملاح و ملعة صغيرة فانيلا و 70 جرام من الزبدة وضفت عليهم رجعت السائل اللي خميرنا اللي هو الخميري والحليب والسكر بنوعشنون عيدنا او بالعجانة شوفوا قوام العجيني لازم يكون عنا رخوبة هيدا الطريقة اذا لقيتوها رخوبة اكتر من هيك بتضيفوا ربع كباية التحين الباقية فاذا بتضيفه من كبايةنا و نوصل 3 كباية من التحين حتى تساخدوا او توصلوا له هيدا النتيجة من العجينه ها غطيه و ها اتركه تتخمر ساعتين بمكان دافي بعد مرور ساعتين تحمرت عندي العجينة وبلشت تطلع ريحتها يعني لازم بلش نشتغل فيها فأسمتها إلى أثمان رشعت شوية تطحين محل المكان اللي بدي أشتغل عليه وهأفردها بالشوبك وارجع قطعها بالحجم هذا الحجم اللي عم قطعه بأكتر حجم مناسب بقطع من قطع أو بغطى الركوي أو أبريء الشاي من قطع ولازم تكون السماكة عنا تقريبا واحد سنتي يعني ما تكون الرئياء العجين لازم تكون عنا ياها شوية سميكة بهيدا الشكل وبحطن على ورق زبدة وخليهم كمان يتخمروا مرة تانية ساعة وبرجع بغطيهم وبرجعلهم بعد ساعة من بعد ساعة شوفوا كيف يتخمروا وهلا صاروا جاهزين بكونوا بحمية زيت حامة زيت انطيف وبدي بليش ليون الأفضل حتى ما ينتزع شكلهم هلا بهيدا المرحلة نكون حاطينهم ع ورق زبدة يعني كل قطع نحطها ع ورق زبدة إذا بتحبوا يكون شكلهم دائري بشكل مرتب لأنه بس لما تحملوهن هيت شوي هي ينتزع شكلهم أو هيعلم الاصبع كون انتو عم تحملوهن فإذا بتحبوا يكونوا شكلهم مرتب حطوهن ع ورق زبدة وبتحطوهن ضغري بالطواي بترجعوا بترفعوا عنهم ورقة الزبدة وهيك بتكونوا محافظتوا على التخمير اللي خمرناهن وهيطلعوا عنكم نافشين أكتر هلا من بعد ما قليتوا على الوجين اللي أحصل على هيدا اللون الدهبة هحطوهن ع ورق المطبخ لأتخلص من الزيت اللي بيكون فيهن ويكون الزيت عنتي حامي كتير ما ما تنسوا انكم تخففوا شوي النار قبل ما تحطو الفوج الثاني أحسن ما يحترقوا وما يتسووا من جوه هلا من بعد ما حطيتهم ع المحارم هارجق أحطوهن بالسكر البودرة غطسوهن بهذه الطريقة شوي وبرجعوا بحطوهن ليبردوا قبل ما بلش أحشيون بالنسبة للحشوة فيكن ما تحشون اي شي تكتفوا بالسكر اللي رشعيني كمان طيبة وفيكن تحشون صوص الشوكولات متل ما سوات بتعملوا فتحة هيك بحيالة شيء أو عض حشبه هيك شوية انه عريض وبتحشون بهذه الطريقة او فيكن تحشون كمان حشوة الكلاير كتير طيبة تطلع او حشوة البستاشو أو اللوتوس وبتعملوا هيك شوي حشوة دهرة لبرر انا عارف مشو محشية فها هي وصفتنا لليوم وصفة كتير طيبة شوفوا من جوا كيف بتكون طريية ومحشية شوكولات وصفة يعني دسمي شوي بس تستهل انه ندوءة او نجربة فإزان ها هي وصفتنا اليوم مشارة تكون عجبتكن إذا عجبكم الفيديو مثل العادي لا تنسوا تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك إذا بتشوفوني الأول مرة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل الوصفات الجديدة كمان حاب تذكركم انه ممكن تتابعوني على انستجرام والتيك توك بنفس الاسم شيرنا كمان هونيك بنزل وصفات سريعة إذا كنتوا بنزلين هادي المواقع وتحبوا تتابعوا وصفاتي هونيك بشكل سريع فهاي وصفتنا لليوم شوفكم بوصفة تانية وباي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر